أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم تمسكهما والتزامهما تجاه شعب السودان ودعتا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد وقال البلدان في بيان صادر عنهما أنه ما زال وفد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع موجودين في مدينة جدة رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام أمس يأتي ذلك فيما ذكر سكان في العاصمة الخرطومة الاشتباكات احتدمت في عدة مناطق بالعاصمة اليوم